ان شاء الله بالعامية هنتكلم عن موضوع مشور جدا اللي هي حالات الحروق تعالى بقى في الحلقة دي هقولك اهي انواع الحروق وازاي نعالج كل حالة منها السلام عليكم من اخبار يا رب كون دايما بخير وبصحة سعاد ان شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن حالات الحروق واخد بالك ان حالات الحروق دي بتبقى كتير جدا ممكن اي حد يتعرق له ممكن اي حد يحصل له حرم من اي نوع وهنقولك انواع الحروق اللي ممكن تحصل وازاي نتعامل مع كل حالة فيهم أول حاجة عنا ننقسم حالات الحرق عندنا لتلات حاجات هنتعامل مع كل الحالات لأ طبعاً نحن نتعامل مع الحالة الأولى والحالة الثانية والحالة الثانية لازم لدكتور متخصص طيب أول حاجة تعالى ليه الحالة الأولى الحالة الأولى بتتميز بאيه؟ أول حاجة أن الشخص تحرق مش هيبقى في أي مشاكل خطيرة هتلاقي مثلا نحمره في الجلد وهتلاقي لئي الحالات اللي هي بتبقى ببسيطة بتاعت مين الحرق طيب هنصرف مع الحالة دي ازاي؟ أول حاجة لو الشخص اتحرق قدامي أقوله لازم يحطها تحت مياه فترة لمدة من ربع ساعة من نصف ساعة في اليوم يعني لازم نحطها على مياه المياه هي العامل الوحيد المؤثر ان هو يقدر يعالج الدرجة الاولى من الحروق تعال اμαι لكي الحالة التانية ايه الحالة التانية من الحروق؟ الحالة التانية من الحروق بتتميز انها بيبقى فيها بقعة اليها الباقيع اليه ايه؟ بيبقى فيها مياه دي اللي هي بتتمايز بها ايه الدرجة التانية زي انه بقى فيها ايه حاجات من الدرجة الاولى بقى فيه مثلا الحمرار اللي هي حالات الحروب ومش عارف ايه الكلام ده كله بس بيبقى فيها ايه بيبقى فيها اللي هي البقع اللي هيبقى فيها الميا طيب برضو نفس الحالة لازم نحطها تحت مياه فترة من مدة مثلا من تلت ساعة نصف ساعة زي اننا هنعالجها هنحط عليه ايه هنحط مثلا على اي مرهم ضد ضحيوي ونحط على اي حاجة بتاعت الحروق زي مثلا بنتا بيرن بيرناسورس الميبو بس الميبو غيلة شوية فنقدر نتجه ليه الحاجات اللي هي الموفرة شوية زي مثلا بنتا بيرن والبرناسورس دي حاجات كويسة ونفس المادة الفعالة ونفس النتيجة تاني حاجة اللي هي حالات الحروق من الدرجة التالتة حالات الحروق من الدرجة التالتة دي خلاص بيبقى فيها طوقة الجلد الاولى والتانية خداصة حرقت وبيبدأ يبان اللي هي ايه الاغشية او المخاطر اللي بيبقى تحت الجلد والحالة دي لازم تروح للدكتور فورا لازم تروح الدكتور او المستشفى فورا هيتعاملوا معها ازاي اول حاجة لازم ننظف الجرح بصلاين او بتادين ومعظم الدكاترة قالوا لك ان هما بيفضلهم ان هو ينظفهم الجرح بصلاين احسن من بتادين لان بتادين في الحالة دي بينشف الجرح اوي واحنا مش عايزين ننشف الجرح وبالتالي في بعض الدكاترة اتجهم ان هما ينظفهم الجرح بصلاين اللي هو محلول الملح بعد كده سواء بقى في الحالات الاولى او التانية او التالتة بنبدأ نحط بقى اللي هو شاش فازلين على الجرح بعد اما ننظفه ونعقمه ونزبطه كده بنبدأ نحط شاش فازلين واخد بالك ان الشاش ده بتغير كل يوم وما ينفعش اشيل الشاش ده وحطه تاني يعني لو شلت الشاش ده خلاص اغيره واجيب واحد تاني ما ينفعش اشيل الشاش ده الا اما يكون معايا واحد جديد هحطه بعد اما شلت الاولان تمام تمام واخد بالك بقى حاجات ممنوعات ما ينفعش احطها على الجرح زي مسلا معجون الاسنان اه زي مسلا انا قلت لك في الاول ان احنا اول لما يحصل حرق لقدر الله يعني بنحط الجرح ده تحت مية فترة لمدة نص ساعة طيب واحد مسلا ممكن يتزاكى شوي يقولك بدأ ما نحطها تحت مية فترة من الحنفية كده انخسر بعض بقى مية كتير ومش عارف ايه والكلام ده كله لأ طبعا ده هيوفر عليك مسلا فترة العلاج والكلام ده كله فيقولك ايه مسلا احنا هنملى حتة حلة كده ولا حاجة نحط فيها مية وبعدين نحط فيها الحتة اللي تحرقت وخلاص لأ احنا مش عاوزين كده احنا عاوزين مية فترة تكون ايه بتتغير باستمرار علشان ايه الجرح يقدر يترطب وفي الحالة طبعية طب واحد تاني ممكن يتزاكى شوي يقولك انا اجيب حتة التلج مش احنا عاوزين نرطب الجرح نجيب حتة تلج نحطها على الجرح ده برضو ما ينفعش نحطها على الحروق قلتلك اهم حاجة لازم نحطها تحت مية فترة واخد بالك بقى في حاجات ما ينفعش نحطها تانية زي مسلا معجول الاسنان العسل كلام ده كله ممنوع احطه في حالات الحروق يبقى انا كده قلتلك ولخصتلك ازاي نتعامل مع الحروق وايه العلاجات اللي ممكن نستخدم لو كده نشوفكم الحلقة الجاية على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته